اشتركوا في القناة عندنا اخبار كتير عندنا كاس مصر وعندنا دوري الابطال وعندنا الاهلي وكهربا والزمالك والنجاز ومحمود علاء وكاسونجو وعندنا الاتحاد يتقلق من دوري الكاس لبطولة عربية عندنا اخبار كتير عندنا تغطية للدرجة التانية عندنا تغطية للدرجة الرابعة النهاردة عندنا حلقة مش انطرة كده بلغة الشنطير زي ما بيقولوا بدايتنا طبعا النهاردة قبل ما تبدأ في الاخبار عايزكم كباية الشاي كباية العصير واسمع يا سيدي معايا الاهلي الاهلي بعد فوزه في مباراة الهلال السوداني اتنين واحد وطبعا هتحقيقوا الاول سلاس نقاط في دوري الابطال الافريقي يستعد كل جدية للقاء الغد اللي من وجهة نظري مش هيكون سهل الاهلي الاهلي بكرة حيلاعب ودي ديكلا في الدوري مباراة صعبة للاهلي لان ودي ديكلا هو الاخير في قاعة جدوى للدوري المصري برصيد تارت نقاط كلنا عارفين ان تاكونيس المدير الفني اليوناني لودي ديكلا بريزل برغة الكورة فرقة بتستحوز بتسيطر عكورة وبتقرف دايما او بتزهق دايما الفريق اللي قدامها المباراة مش هتبقى سهلة ودي ديكلا يملك الدوافع عايز يكون اول فريق يوقف مسيرة النادي الاهلي النادي الاهلي عنده ضغط ماتشاط عنده لعيبة مصابة عنده لعيبة مقوفة عنده لعيبة ميستر فيلر غير مقتنع بيها وده هنتكلم عنه بالتفصيل يعني يا سيدي ميستر فيلر واضح من فطرة انه هو مش مقتنع بياسر براهيم واضح كمان انه عنده مشكلة مع وليد ازارو بعد اللي حصل في مبارات الهلال السودان كمان عنده مشكلة مع المعلم صالح بمع جيرالدو مش مبسوط اذا هناك قلاكل داخل معسكر النادي الاهلي لكن فيلر راجل شخصية قوية حازمة ومدرب بيعرف ياخد اللي هو عايزه من لعبته وده اهم من المباراة لان هو لما ياخد اللي عايزه من لعبته ده هيخليهم يطلعوا اقسم عندهم في المباراة وده اللي احنا شفناه وشخصية الاهلي بتبان دايما في اللقاء فوز الاهلي غدا هيرفع رصيده لخمستاشر نقطة ويرجع تاني يتصدر الدول اذا المباراة بكرة مهمة جدا للنادي الاهلي اعتقد ان مستر فيلر مش هيغير في تشكيله محمد الشناء وحيكون لحرصة المرمى محمد هاني بكرة عودة ايمن اشرف وبالتالي احمد فاتح حيلعب في الجنب اليمين ويرامي ربيعة وايمن اشرف قلبي دفاع وطبعا اصابة علي معلول فحيبقى محمود وحي وسط الملعب حيبقى افشة بجوار السلية وقدامهم حيكون تلاتة والد سليمان والشحات ورمضان صبحي وفي الامام اجياء عموما نتمنى التوفيق للفريقين وان شاء الله نشوف مباراة قوية تليق بالفريقين الاتحاد الدولي الفيفا يعلن ان حسام عشور وابوتريكا ووق الجمعة هما السلاسي الاكثر مشاركة في كأس العالم للاندية برصيد 11 مباراة وده رقم قياسي للاعبة النادي الاهلي بنهنيهم عليهم وبنقول لهم مليون مبروك معنا خبر بيحبوا بقى عشاء الكرة الجميلة والكرة الاهلوية بصفة خاصة النهاردة محكمة النقد بتؤيد حكم برائة محمد ابوتريكا لعب النادي الاهلي من كافة الاواضي المرفوع عليه وكمان بترفع اسم محمد ابوتريكا من قوائم الارهاب وبالتالي محمد ابوتريكا ننتظره وجوده في مصر في السعايات القليلة القادمة مليون مبروك يا ابوتريكا وابنتمنى لك التوفيق وبنتمنى طبعا لمصرين الحبيبة التوفيق خبر بقى اللي مستنيه عشاق النادي الاهلي وهو الخاص باللاعب محمود كهرباء طب محمود كهرباء فسك عقده مع نادي افيس البرتغالي العقد فيه مليون ومئة الف دولار حيتدفعوا للنادي البرتغال كهرباء اتفق مع النادي الاهلي ان هم حيتحملوا المبلغ ده للنادي البرتغالي بالتأصيد على ان يتحمل محمود كهرباء تبعات هذا القرار بمعنى لو كهرباء راح الاهلي وازمالك مثلا صدر له حكم بغرامة على كهرباء حيتحملوا كهرباء طب لو النادي الاهلي عمل او جاب محامي عشان يدافع عن كهرباء فقضية الزمالك حيتحملها كهرباء اذا بالتراضي كهرباء رايح الاهلي لكن نحن ننتظر القول الحاسم للاتحاد الكورة مش طبعا اتحاد الكورة المصري لا الفيفا الفيفا هي اللي هتحكم هل بعدما اتحاد الكورة المصري اقر بصحة عقد الزمالك وان كهرباء فضلوا تلات سنوات هل كهرباء هيجوز له وهو متأيد في نادي الزمالك في القيمة المحلية والافريقية اللي انتقال للنادي الاهلي كلها اقل من عشرين واحد وعشرين يوم وتبدأ انتقالات يناير ويا خبر بفلوس بكرة هيبقى بلاش خشي بقى على اخبار نادي الزمالك نادي الزمالك بروح معنوية عالية بعد طولي طبعا مستر كارتيرون وفاس في المباراتين اللعبهم على الشرقية ثلاثة واحد في كاس مصر وصعد لدولة الستاشر ثم المبارات الاكتر من رؤيع عمال امام اول اغسطس الانجولي اللي فاس فيها اتنين سفر وقدم اداء راقي طبعا ما نقدرش نقول ان مستر كارتيرون معاه عصة سحرية واول ما جاء عمل كده فاززا مالك سبحان مغير الاحوال من حال الى حال لكن نقدر نقول ان الرجل عمل حاكتين واحد ما اخترعش في الكرة يعني كل واحد بيلعب لعبه في مكان اتنين قدر ان هو يشحز همم اللعبة دي او بمعنى صح اداءهم الروح المعنوية رفع من روحهم المعنوية خلاهم يؤمنوا بقدراتهم ومستواهم وده اللي بان على عيدة الزمالك والحب اللي مبينهم وطبعا شوفنا ده لما جابوا جوان في ماتش الشرقية او في ماتش اول اغسطس شوفناهم ازاي بيتلموا حوالين بعض وربما تكون دي نوع من انواع الحاجات اللي كانت مفقودة عند الزمالك في فترة مستر ميتشو هل نقدر نحكم على كارتيرون لا ولكن بيتحسن بيرامتز بيقدم اداء ولا اروح في الكنفدرالية وبيكسب بالاربعة وبالستة وبيكسب جوة وبر مباراة حتكون صعبة شوفنا تطرحات مستر ديصابر المدير الفني لنادي بيرامتز لما قال المباراة احنا بقى خلصنا الكنفدرالية دلوقتي وفاضين لنادي الزمالك عشان ناخد بيتارو يا تارى حيقدر ياخد بيتارو ولا كارتيرون حيدخل قلب جمهور الزمالك ويعشش فيه ده اللي احنا هنشوفه مع بعض معنا الاستاذة فوزية من القاهرة اهنا وسهلا اهلا اهلا بحضرتك الحمد لله تحب تقولي يا استاذة فوزية اه يا استاذ نعم بحبك اه يا استاذ ربنا يخليك حضرتك يا جماعة يا استاذ لازم تفاهمهم الشابات دي مش مزبوط انت اهلاوية اللي زمالكوية القط قطع نكمل اخبارنا مع الزمالك وقول لحضراتكم ان مستر كارتيرون اذا فاز على بيرامتس حيدخل قلب جمهور الزمالك وحيعشش فيه طيب لقدر الله يعني لو مكسبش بيرامتس ايه لا هيحصل ولا هيحصل حاجة ولكن هنقول ايه نقطة ومن اول السطر وكارتيرون حيبدأ من الاول تان ما اعتقدش انه حيحصل اكتر من كده من اخبار بقى الزمالك ان خالد بطيب بيستعد للسفر لفرنسا لاجراء جراحها بالرجبة طبعا خالد بطيب بقاله سنة ونصف الزمالك اكترها اصابات وصيف باكتر من المباراة ويعني تعتبر اصابة مزمنة واخر ما توصل له الاطباء ان هو بيحتاج لجراحها في الرجبة فبنقول له الف سلامة وحيسافر فرنسا يوم الخميس القادم ان شاء الله ونتمنى له العودة للملاعب قريبة بمناسبة اصابة خالد بطيب زاد الحديث قوي في نادي الزمالك عن طبعا كاسونجو موجود في الكهرة بيتمرم مع الفريق فزاد اخبار ان كاسونجو هيكون بديل خالد بطيب في فترة يناير لان الزمالك ليه مكان استبدال فالزمالك هيحتاج مهاجم طبعا وبالتالي كاسونجو دلوقتي اصبح قريب ولكن الزمالك عنده مشكلة تانية وهي مشكلة فسخ عقد النقاض وبالتالي الزمالك ما عندهش في قيمته إلا باك يمين واحد وهو حازم امام فهل يطار الزمالك هيغامر ويقايد كاسونجو رغم انه هو عنده مصطفى محمد وعمر السعيد ولا هيجيب بقريت في يناير عشان يعاون حازم امام كثير الاصابات ده اللي احنا هنشتنى ونشوفه مع بعض طبعا فرجاني ساسي نزل على الفيسبوك صورة ليه هو وطارق حامد وقال صحبي وسندي طبعا الاتنين بيلعبوا مع نادي الزمالك والاتنين رمانت الميزان إذا فاق ساسي وفاق طارق حامد أكيد طبعا حيفوق نادي الزمالك اتحاد السكندري فخامة الاسم تكفي سيد البلد سيد العرب زعيم الصغ يتقلق ونمسك الخشب يتقلق محليا فيهزم الإسماعيلي بالتلاتة ثم يهزم النصر في كأس مصر بهدف لسيسي واسعب لدور الستاشر لمواجهة أسوان عنده مباراة مهمة جدا في الدوري يوم الخميس مع طنطة حتى لو الأهل كسب بكرة وهو طبعا متصدر الدوري حاليا نادي الاتحاد لو الأهل كسب بكرة ونادي الاتحاد كسب بعد يوم الخميس فحيصغل الاتحاد المقدمة لحين استكمال النادي الأهلي لمؤجلاته اتحاد طبعا متقلق هذه الأيام وبيعيش أفضل فتراته فضل طبعا وجود زعيم الاسكندرانية وكبيرهم في الأسكندرية السيد محمد مسلحي ومجلس إدارته المحترم اللي بيوفروا كل حاجة للفريق وللأمانة هم على طول بيوفروا كل حاجة ولكن هي مسألة التوفيق وعدم التوفيق نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الاتحاد في مباراته أمام طنطة واستكمال المسيرة إن شاء الله وتكون نهاية موسم أو نهاية السنة دي 2019 نهاية خير لكل عشاء ومحبي جمهور اسكندرية كنا تكلمنا على دوري الدرجة الرابعة وكنا معنا هنا من كم حلقة رئيس نادي المجد ورئيس القطاع الناشئين طبعا رئيس نادي المجد لأستاذ إسلام الصياد المحترم ورئيس قطاع الناشئين الكابتن أحمد صالح وتكلمنا عن ناشدنا اتحاد الكورة بداية دوري الدرجة الرابعة وبالفعل دوري الدرجة الرابعة ابتدى والجودة الأولى أو قيمت ونجح نادي المجد ان هو يكتسح ابناء السواحل بخمسية نظيفة في مباراة تقلق فيها اللاعب رمضان الدانا وده هرجع له بعد قليل ولكن قبل ما اتكلم عن المباراة وفوز نادي المجد عايز اتكلم عن موهبة في حراسة المرمى وهي بالمناسبة موجودة في نادي المجد برضو وهو حارس مرمى موليد 2001 في نشيئ نادي المجد وهو الكابتن محمد البحار محمد البحار ده حارس مرمى موهوب هو كابتن نادي المجد موليد 2001 محمد البحار في مباراة اسكندرية البترول وهي المباراة الاخيرة لهم في الدوري في دوري الشباب طبعا في منطقة اسكندرية والفريق كان متعادل واحد واحد مع نادي اسكندرية البترول في الدقيقة 86 تقريبا احرز هدف من ضربة حرة مباشرة طبعا في مصر ما عندناش احنا حراس بيجيبوا اهداف ولكن محمد البحار يتقلق ويحرز هدف ومش بس هو حارس مرمى لا ده كمان بيتقلق وبيحرز اهداف وطبعا بيفكركم بمين بيفكركم بالنجم الكبير نجم منتخب البراجوي الحارس العمراق خسيل لويس تشيلافيرت وطبعا خسيل لويس تشيلافيرت بعروف ان هو كان حارس بيترك مرمى وبيجيب اهداف بالمناسبة دي معنا دلوقتي على الهاتف نجم او حارس مرمى المستقبل في نادي المجد 2001 الكابتن محمد البحار مساء الشنطرة يا محمد مساء الشنطرة يا كابتن عامل ايه؟ مية مية حبيبي وتفرقت عليك وانت حارس المستقبل ان شاء الله في الكورة المصرية مش نادي المجد بس ربنا خليك يا كابتن ربنا خليك يا كابتن محمد كلمنا بقى عن المباراة والهدف الجميل اللي انت جبته لا المباراة كانت مباراة طبعا لو كنا كسبنا المباراة دي كنا صعدنا قطعات الحمد لله ربنا كربني وجبته جون وطبعا طبعا بشغل الجهاز الفني معايا الكابتن خالد العودي والكابتن مدير الفني طبعا الكابتن هيسام يونس والكابتن هاني وعلى رسوم طبعا الكابتن الحكي اسلام الصياد اللي دايما واقف في طهرنا وبدعمنا والحمد لله اني كسبنا المطش اتنين واحد وكان المطش ده هو المؤهلنا لقطعات ان شاء الله محمد في نهاية 2019 لو قلت لك امنيتك ايه في 2020 هتقول لي ايه اكيد كل واحد ببقابنته ان هو يعترف برق ماشر او يلعب ممتاز ولكن انا في ناديك طبعا كويس برسل الحكي اسلام الصياد اللي بيقدم لنا كل الدعم بصراحة ومش ما خلينا عايزين حاجة والحمد لله ربنا كرمنا في نادي المجد والحمد لله ماشي كويس مع كبتن طبعا والد فيصل في الفريل اول والحمد لله لسه مستعد بقلي تمرينتين مع الفريل اول وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله محمد ومستنين يكون لك مستقبل كبير في القرى المصرية ان شاء الله انت اهلا والسه ملكا محمد ان شاء الله حيكون لك مستقبل يا حمد ان شاء الله حبيبي اشكرك شكرا جزيلا طبعا بنوجه التحية لمدير فني موليد 2001 الكابتن هيسم يونس والمدير المدرب العام الكابتن هاني غالي ومدرب الحراس الكابتن خالد العوان قبل ما اتكلم عن نادي المجد وفوزه بخماسية على فريق ابناء السواحل هنطلع نشوف تقرير عن نادي المجد وفوزه بخماسية ونشوف اهداف المباراة ونرجع مرة تانية انتظرونا اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 فدي حاجة احنا بنتشرف فيها خاصة لما يكون مع واحد مننا واحد اسكندراني جميل شاب مكتهد شاب موهوب احنا كلنا واسم محمد بن دعم احنا بنتشرف ان يكون في تعاون بالحضرتك وبالنادي المترجم للقناة خسر خمسة وتعادل المباراة وكسب مباراة واحدة وطبعا تم اقالة مستر نيبوشة وتعيين الكابتن ريدا شحاتا كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اخر معنا الاستاذ محمود من اسكندراني محمود محمد السلام عليكم مساء شنطر يا كابتن محمد يا كبير مساء شنطر يا حبيول الله خليك ننور الشاشة دايما يا بنا يا خليك حبيول الله يا كريمة فطرية كلامك اللي بي تخلينا تبعيني البرنامج دايما ونفسنا نشوفك كده طول الوقت والله يعني نفسكو تشانترو نفسنا نشانترو في البداية انا حابب ابارك لنادي المجد اللي احنا عرفناك اكتندرونية من خلال حلقتك اللي فاتت وحابب ان انا هنينيه على الفوز اللي حقق وفي اول مباراة وبعده اللي احنا تبعناها من خلال حضرتك بدوري الدرجة الرابعة وفوزك نتيجة كبيرة وزهور لعيب كبيرة انا شايف ان فيه لعيب اللي هو حضرتك وانا شايف بصراحة ان عنده موهبة وفنتات وبليسنج في البعيدة الحاجات تيت ريزيجية كان بيدواقنا حتى انت يحصل والله كان لا لعيب لعيب هو اللعيب بيباني كابتن محمود بيفرد نفسه لايحد اه يعني الفنت وكمان فيه سلوه عمله بعدها صعد فراحة والعيب كويس جدا وانا بصراحة تبعت بالنادي المجد ده من خلال مقابلتك مع رئيس النادي وحسيت انطريت كلامه ان هو عايز يعني عايز يرتقي بالنادي فحتى احنا هنا في اسكندرية بقى قصيد هادا صوت موجود ان فيه نادي اسمه المجد ومن ساعة مقابلت حضرتك وانكلمت حضرتك بدأنا يعني نسمع عن النادي ونسأل ونتصر ومكانه فين وده اللي حضرتك طبعا جاوبتنا عليه موظم من الحال بشكرك يا محمود عايز بقى اسألك سؤال معانا 16 نادي متأهلين لكاس مصر حقول لك التمن ماتشات وتقول لي مين هيكسب على طول قولة واحدة فضل الاهلي والترسانة الاهلي يا كبير الزمالك واسموحة الزمالك ودي دجلة وفسي مصر ودي دجلة سيد البلد وسيد العرب واسوار لا سيد البلد الماولين والمصري الماولين والمصري الماولين طلوع الجيش والمقصة المقصة بيرامتس والاسماعيلي بيرامتس بيرامتس ابو ايرلي الاسمين ده وحرس الحدود حرس الحدود سريعا يا محمود بيرامتس هيخلص على كارتيرون في بداياته ولا كارتيرون هيدخل قلب جمهور الزمالك يوم الخامس القادم سكبتني بدايت كارتيرون الموافقة مع الزمالك انا شايفها باقة كويسة الى حد ما بس انا شايف ان بيرامتس دلوقتي ثابت فنيا اكتر ودي صبر قادر ان هو يقاري مفاتيح اللعب بتاعته كويس وعنده لعيبة بقوا بفاهمين طريق لعبه فانا شايف ان بيرامتس للمكتب من نادي الزمالك في المطشل دوري عبطال اوروبا مين هيكون صاحب اليد العولي هذا الموزن؟ سليفربول النهاردة بعد المطش اللي كسبه ده انا شايفه ان هو يعني بنسبة كبيرة هيبقى في المرابع الزهبي وطبعا على حسب بقى القرعة خضرتك عارف ان القرعة مش موجهة بدول الستاشر فمش قادر يقولك مين تاني بس يعني ريا المدريد مثلا طالع تاني في مجموعته في عيقاب الاول فيعني ممكن مثلا مجموعة صعبة اه فمش هنيقدر نحدد النقطة دي لكن انا شايف ان ليفربول من الفرة المرشحة للوصول المرابع الزهبي طبعا برشلونة طول الوقت بيبقى مرشح ريا المدريد طول الوقت رسالتك وصلت يا محمود بمناسبة كلامنا عن دوري الابطال الاول نقول بس اسموحة كمان اتعادل في الدوري الممتاز مع الانتاج الحربي واحد واحد واخيرا اخيرا اخيرا باسم مرسي يعود للتهديف بعد صيام 607 يوم اخيرا الحمد لله على السلام يا باسم مهاجم واعد نتمنى وننتظر منه الكثير وان شاء الله يبقى احسن واحسن سريعا عايز اقول لحرارتكم نتائج دوري الابطال الاوروبا النهاردة ليفربول فاز على ساليسبورج 2-0 نابولي على جينك البلجيكي 4-0 برشلونة يطيح بالانتر الى خارج دور الابطال الى الدور الاوروبي بعد الفوز عليه في الانتر 2-1 وتشيلسي يؤكد سعوده بالفوز على ليلة 2-1 وفالنسيا يطيح باياكس الى خارج دور الابطال الى الدور الاوروبي ايضا بالفوز عليه 1-0 ليون ولايبزيج الالماني 2-2 زينت بتريسبورج الروسي يخسر امام بمفيكا بسلسية نظيفة وبروسيا دورتوموند يتأهل كتاني للمجموعة مع برشلونة بعد فوزه على سلافيا براج 2-1 يبقى كده المتأهلين حتى الان لدور الابطال الاوروبي ليفربول وتشيلسي بارشلونة منشستر سيتي يوفينتوس لايبزيج الالماني بايرميونيخ الالماني ريال مادريد باريس سان جيرمان توتنهام دورتوموند وفالنسيا الاسباني النهاردة بقى انزو فاتي دخل موضوع جينيس انزو فاتي ده اللعاب اللي هو من غينية الاستموئية اللي هو اختار يلعب لمنتخب اسبانيا نمع الجنسية بتاعت غينية الاستموئية ومنتخب اسبانيا طبعا ده بلعب في برشلونة النهاردة عن عمر 17 عام و40 يوم هو احرص الهدف التاني في مرمى الانتر اللي هو رسولة الرحمة في الديئة 87 اصبح اصغر لاعب في التاريخ في دورة ابطال اوروبا يسجل الهدف كل ده بقى ما يهمناش احنا يهمنا مين؟ يهمنا فخر مصر فخر العرب فخر كل من ينتمي لقارة افريقيا محمد صلاح نجمنا المصري النهاردة احرص هدف عالمي في مرمى ساليسبورج اللي هو كان الهدف التاني محمد صلاح النهاردة كان متقلق تحرق كثيرا اضاع اكتر من فرصة لكن عايزين نتكلم على ارقام نجمنا ونجم مصر محمد صلاح يصل اليوم بهدفه في ساليسبورج للهدف رقم 200 في مسيرته طبعا ده رقم كبير جدا خاصة ان انت ما بتلعبش في دورة مصري في اوروبا وفي اكبر الاندية في العالم النادي ليفربول ليفربول طبعا احنا عارفين في الدورة فارق بين وما بين ليستر 10 نقاط اللي هو المركز التاني وارق بين وما بين الستي 14 نقطة وهل او بان شاء الله على ايه صلاح من 1090 منذ نشأة او البريمالليج بمسمات جديد ليفربول 29 عام لم ياخذ الدورة او البريمالليج وبالتالي ان شاء الله الفرصة هيزل موسم سانحة ومواتية جدا لمحمد صلاح وليفربول ان هو يفوز ويفرحه شعب مصر بالكامل اللي كله بيهتف باسم فخر العرب كمان محمد صلاح اصبح اللاعب رقم 2 في دورة ابطال اوروبا بعد ميسي ميسي صنع وسجل اخر 3 مواسم في دورة ابطال 28 هدف النهاردة نجمنا محمد صلاح بهدفه في ساليسبورج وصل للهدف 27 مش الهدف 27 ان هو صنع وسجل 27 هدف مع ليفربول في 3 مواسم في دورة ابطال اوروبا يعني هو اصبح تاني لاعب بعد ميسي محمد صلاح بهدفه النهاردة احرى 19 هدف وساهم في 8 اهداف اذا محمد صلاح رجل يعمل في صمت ويحطم كل الارقام القياسية يا رب دايما موفق يا محمد يا صلاح ونشوفك دايما نجم ونجم كبير عايز اتكلم سريعا عن دورة الدرجة التانية النهاردة اقيمت 3 لقاءات في دورة الدرجة التانية طبعا في مجموعة بحر الهيئة اللي بتهمنا كاسكندرانية النادي الأولمبي العريق يستفيق ويحقق الانتصار التاني على التوالي وعلى المنصورة نادي كبير في ملعبه بهدف من ركل الجزاء ويصعد للنقطة العشرة والمركز السابع بفارق 8 نقاط عن نادي فاركو اللي نجح النهاردة انه يثبت اقدامه وهم فجأة هذه المجموعة انه يثبت اقدامه بالفوض على دا منهور في دا منهور بقيادة الكابتن خالد الأماش طبعا الكابتن احمد عشور والمدير الفاركو فاز النهاردة على الكابتن خالد الأماش في دا منهور بهدف نظيف معنا السياس خالد سراح من اسكندرية سياس شانترا السياس خالد سياس شانترا كابتن محمد منهور الدنيا ومهور الدنيا ربنا خليك وبصراحة عايز اقولك حاجة فخر باسكندرية ربنا خليك انت معروف والناس كلها عارساك ومن لعيب الولام اللي معروفة باسكندرية ومجتهد ما شاء الله عليك ربنا ايبارك لك حبيبي وشرف لينا ان احنا نعرف في الكابتن محمد بصراحة مساعد شانترا عليك الله خليك سياس خالد هلاول زمنكاوي لا طبعا زمنكاوي طب ايه رأيك في فوت النهار دا الولمبي على المنصورة لا طبعا كابتن احمد الكاس ده زميل ملاعب وصديقي وحبيبي وانت حولك عارف ان انا لعبت ده رجولة مكتاز في مدين بالولمبي وكابتن احمد الكاس بس هي كات مع الزجع معا شوية بس بدأت تفتح وان شاء الله السنة دي سنة السعود لان كابتن ترى السيد بردك من اللعب معنك وراجل بتاعك ورأ هي الساعات بتعرض لك كده في الاول بس ان شاء الله ومفتح تخليك حتى نحمد الكاس بسفتك بقى زميل كاوي يا ترى شايف مباراة برامتز ازاي يوم الخميس والله المباراة بزات يعني مباراة حساسة شوية وصعبة يعني برامتز ماشي بخطة عالية اوي مع المدينة دي سابر وعمليه شغل عالي جدا خاصة في الكونفدرارية وماشيين كويس جدا بس عايزة اقولك مش بصفة زميل كاوي بصفة اننا لعبت كورة الزمالك فريق مطلوب فرقة جيرة لها اس لها هيبة فالمطشح هيبقى صعبة وعلى برامتز زي ما هو صعبة للزمالك بس انا تمنى الزمالك طبعا ينولي متفائل بوجود كارتيرون والله متفائل بوجود كارتيرون لغاية اللحظة ديها بس بعد مش برامتز اقولك كارتيرون حيكون مصير واي وحيكمل ولا لا اكيد كلنا حنيعرف بعد مش برامتز وحيكمل ولا لا يعني مش محتاج اللي انا اسألك ساعتها اه اخيرا دوري ابطال افريقيا شايفه ابيض ولا احمر لا انا تمنى يكون ابيض بس انا عايز اقولك بمناسبة دوري ابطال افريقيا ركش شوية وانا عارف ان انت فاهم كورة الفرق اللي بتقابل نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا قال بنفس الفرق اللي بتقابل نادي الزمالك نفس المستوى ده سؤالي كن كابتن خالد ده دي قرعة يعني ما حدش وقلها انا بتكلم على المستوى انا بتكلم على المستوى هو فرقة مزينبي طبعا اقوى من النجم السحيل والهلال السوداني لكن لكن زيسكو واول اغسطس زيهم زي الهلال السوداني يعني ما يزيدوش حاجة والله يا كابتن محمد هي قرعة وسبحان الله كل ما بتتم كل ما بتلاحظ ان فرق الزمالك بتبقى صعبة وفرق عميدة شوية بس انا عايز اقول لك على حاجة هو ربنا بيدي لكل مكتهد النصيب وبيسهله الامور اعتقد الرسالة وصلت انا سعيد جدا انا كنت معك ومساعد الشمطرة عليك وانت بنور الشاشة وفرقة الاندرية زي محمد رفق بالعرض انا خليك اشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا نكمل اخبارنا دور الدرجة التانية طبعا قلنا ان فاركو كسب وبقى 18 نقطة واصبح دلوقتي المركز التاني المحلة اللي هو اقل ماش طبعا فاركو لعب 8 ماتشات المحلة 7 مباريات المحلة 14 وده منهور النهاردة 8 ماتشات لعبهم مش ناقص له حاجة ولكن برضو في المركز التارة 14 الرجاء 12 وتبقى الانديال العريقة زي النادي الولمبي ونادي المنصورة بتاريخه ده كله عنده 7 نقاط في المركز في المركز متأخر جدا في المركز تقريبا التاسع او العاشر الولمبي 10 نقاط ما بينه وما بين المركز الاول 8 نقاط المتبقي في الدور الاول 3 ماتشات للنادي الولمبي اذا حقق التسع نقاط كاملة اعتقد سيدخل الدور التاني بارتياحية وبمنافسة حقيقية كابتنا احمد الكاس ومجد سيدخل النادي الولمبي بيبزل مجهود كبير جدا ان شاء الله بالتوفيق طبعا لكل الانديت اسكندرية اخر حاجة عايز اقولها في دور الدرجة التانية النهاردة طبعا بيلا برضو لعب مع عملية كفر الزيات واتعادله اتنين اتنين هنطلع طيب معنا مكالمة من الكابتن خالد العودي مدرب حراس مرمى نادي المجد مسائل شانطرة يا كابتن خالد مسائل شانطرة يا كابتن محمد عليك والحضرك حبيبي ربنا يخليك اه برحضرك متقلق دايما يا كابتن خالد وبتخرج لنا نجوم جديدة هون يعني الناس اول ما بتعرف بيها حبيبي ربنا يحفظك طبعا اكتحضرتك المدرب بتاع الكابتن محمد البحار اللي هو حارس موهيد 2001 بنادي المجد ايو فاني ايو بس طبعا انا بحب اولا اشكر لستاذ السلام الصياد لان راجل ده بفرحة بتعبان معانا وبيجهز لنا كل حاجة وبيفر لنا كل حاجة بيصر لنا فيها احنا مش عارفين نعمل مع راجل داي الراجل ده بيخدمنا فوق الخيال يعني احنا مش عارفين نعمل معه ايه او نخدمه ازاي فالحمد اللي يعني واحد بيشتغل بكل جهد وباقصة جهد ليه بحيث ان هو يعني يوصل لأعلى مستوى الحراس والحمد اللي يعني بتوضل ربنا ثم الخطة السابتة الواحد ماشي عليها وشغل استاذ اسلامي ماشي معانا دي ده الحمد لله احنا ماشيين عليها والحمد لله يعني البحار تاني التمرينة لجي تصعد مع الفريق الاول تمام ومهو مع كابتن وريد فيصل طبعا وان شاء الله ربنا يكرمه في اللي جاي ان شاء الله انا شايف ان هي كابتن خالد منظومة متكملة مش ايمة على فرض هي ايمة على جماعة مجموعة اكيد طبعا وذي اللي عاملها استاذ اسلام طبعا اه طبعا هو الميزة اللي في استاذ اسلام طبعا ان هو بيحدد الناس كلها في بعضها مفيش حد مفيش فرق بين واحد او التاني لا هو محدد المنظومة كلها في بعضها ومخلي المنظومة كلها على البراج الواحد هو كيان واحد احنا بنسعاله ان شاء الله السنة دي اه اول سنة لنا في الرابعة وان شاء الله انا بقعد حاجة من دلوقتي واربع سنين ان شاء الله هنكون في الممتاز ان شاء الله يا رب ان شاء الله عايز اقول لك شفت الدنا وهو بيشنطر الولد بتاع ابناء السواحل اه طبعا 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 هي اهم اهم ما في اللعبة كلها هي الاستلامة والمروغة ان هو اخد الراجل حط رجل الشمال مش مراوغة هي شنطارة مش مراوغة دي شنطارة شنطارة العالمية الشنطارة العالمية اخد الكرة وحطها وراجل اعمالها بلسنجي في البعيدة يعني طريقة مرادونية زي بنقول مستعملش غير من ابو تريكا بس حبيبا يا كابتخي فكرنا ما هو لابس 22 برضو فكرنا بحاجة من ريحة ابو تريكا اتمنانه التوفيق يا رب دايما ويبقى نجم ان شاء الله في المستقبل باشكولك شكرا جزيلا حبيبي عايز اكلمكم عال نادي الزمالك سريعا وفكر مستر كارترون مستر كارترون بيلعب مع الزمالك اربعة اتنين تلاتة واحد ومش هيغير خطته قدام بهم مستر كارترون شبهم ثبت فرقة لانهم عالعبة جاهزة فنية يعني عواد في حراس المرمى اصابة الوينشي فخلاص هو عبدالغاني جنب محمود علاء طبعا فسخ عقد النقاط فمفيش كالحاسب المام عبدالله جمعة ابتدى يستعيد جزء من فرميتو طريق حامد فرجاني ساسي تلاتة قدامهم المتقلق اللي اعادوا من بنك مش اللي احتياط ده بنك بره خالص اشرف بن شارك اللي احرز هدفين رائعين في ماتش اول اغسطس ومعاهم المتقلق الاخر يوسف اماما اللي بقالي حوالي ثلاثة اربعة شهور ما شفتهوش كده زي ما كان في ماتش اول اغسطس ودينمو بقى مصر حزيل ايام هو احمد سيد زيزو احسن لعب في مصر بيختارك من عمق الملعب وهو القرى معاه ينقص احمد زيد زيزو كيفية انهاء الهجمة باحراز هدف لو احرز هدف زيزو حيكون مكانه في الدوريات الاوروبية وطبعا الزمالك لا يملك الا رأس حربة واحد هو مصطفى محمد مستر كارتيرون كارتيرون يعلم ان جمهور الزمالك لا يقبل الا الفوض وبروحة تبقى صعبة جدا على الفريقين كارتيرون طريقته هجومية الناس كان بتقول كان بيلعب مع النادي الاهلي وبيعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة وكورة طويلة عنها سأقول لهم كارتيرون مع الاهلي بالكوالة والقماشة اللي كانت موجودة حاجة وكارتيرون مع الزمالك بالكوالة والقماشة اللي موجودة حاجة تانية خالص يعني ما ينفعش مع اوباما وبن شارك وزيزو وفرجاني يلعب كورات عالية مش هيستفاد اي حاجة لان دول بتوعكورها على الارض لكن في الاهلي ايا كان من اللي كان موجود ساعتها كانت الامكانات لا تسمح بذلك يعني كارتيرون لو مسك الاهلي دلوقتي وجود رمضان وصالح جمعة وقفشة وجرالدو وحسين الشحات الموجودين دول كلهم مينفعشوا اي 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 مش هيينفع برضو لعب كورة عالية هو كان بينفس خطة وطريقة عشان الكوالة اللي موجود اعتقد ان كارتيرون مباراة مهمة جدا لكارتيرون اهم من الى الزمالك هتكونوا عنوا بزجاجة بالنسباله اما مستر دي صبر فالمباراة بتمثله زي ما هو قال رد اعتبار ان هو خسر من الزمالك في نهاية الكاس بتلت اهداف نظيفة بالتالي هو عايز يقول للناس ان هي كانت خسارة عابرة مستر دي صبر برضو عنده مجموعة كويسة جدا من لعيبة احمد شنا وفايق عنده في اليمين رجب بكار وفي عمر جابر في الشمال في محمد حمدي واللي هو مش موجود دلوقتي موجود احمد ايمن منصور عنده اللعاب الافريكي كانون وجنبه علي جابر ممكن احمد ايمن يدخل حمد حمدي يلعب عنده بدايل معنا مقال مهاتفية وعنده كمان في نص الملعب دونجا والمتقلق المتقلق المتقلق ايريك تراوري كمان معنا اسلام عيسى ومحمد فاروق اجنحة رائعة وطبعا معاهم جون انطوي بيرمتس لن يفرد في السراسنقات والزمالك ايضا لن يفرد في السراسنقات هتكون مباراة مبين فريقين كبيرين في الاداء في الملعب اللي حيحالفه التوفيق وحيكون مركز واهد اعصابا هو اللي حيفوز واعتقد الفائز منهم حيكمل مسيرته مع النادي الاهلي اما الخاسر فاعتقد حيودع بدري دوري الممتاز المصري معنا رأى بعض التويتات حناخدها ونعلق عليها اول تويتة معنا هتكون عن النادي الاهلي طبعا الكابتن سير عبدالحفيز مدير الكورة بالنادي الاهلي كابتن سيد بيقول نرفض فتح باب لاستبدال في يناير حتى لو في صالحنا طبعا تصريح زاكي جدا من انسان زاكي جدا وهو الكابتن سير عبدالحفيز طبعا هو عارف ان النادي الاهلي مكتمل تقريبا السفوف وعنده تقريبا مكانين فضيين ممكن يجي في يوم لعيبة لكن هو عارف ان الغريم التقليدي بتاعه وهو نادي الزمالك بيعاني بيعاني في المركز الباكليبين بيعاني في مركز المهاجم بيعاني في مركز نص الملعب المدافع والزمالك لا يملك في الاستبدال الا لاعب واحد وبالتالي سنعب حفيز بيضغط بكل الطرق عشان الزمالك ما يتفتحلوش استبدال بس السؤال هنا كان فين تصريحك يا كابتن سيد يا عبد الحفيز المسم اللي فات لما الاهلي اتفتح له الاستبدال على مصرعيه وجاب 11 لاعب في المسم اللي فات وسهمه بنسبة اكتر من 70-80% للاهلي بعد ما كان متأخر 12 و10 نقاط في الدور الاول لما جمع اللاعبة دول ان هو ياخد الدوري واللي هو كل واحد في مصر بيدور على مصلحته اللي بعده تويتر اللي بعد كده معنا وهي خاصة بالاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي بيقول شركة استدات والانتاج الحربي لهم الحق في تحديد الفرق او المنتخبات الوطنية التي ستاخد مبارياتها على ملعب السلام ولكن الاهلي سيحصل على مقابل مادي من هذه الفرق انا بصراحة مش فاهم يا جماعة يعني ايه النادي الاهلي واخد حق انتفاع ويعني ايه النادي الاهلي مش هو اللي بيحدد الفرق اللي تلعب على ملعب السلام اللي حيتغير اسمه للملعب النادي الاهلي دي حاجة احنا مش فهمها ازاي انا ابقى واخد منك حق انتفاع لملعب وازاي مش انا الطرف اللي بقول مين ييجي ومين ما يجيش ازاي انا يبقى ده شركة استدات هي والانتاج الحربي اللي هو طبعا صاحب الملعب الاساسي هم اللي يقولوا مين ييجي ومين ما يجيش وهم اللي يدوني فلوس يعني مثلا الزمالك عايز يلعب في ملعب الانتاج الحربي فيروح يتعاقد ياخد موافقة من الانتاج الحربي ويقول له مثلا بعشر قرش يوم الزمالك دافع للانتاج الحربي بعشر قرش طب والراجل بتحقق الانتفاع يقول له الانتاج الحربي يقول له خد انت قرشين طب هل هذا حق الانتفاع بالله عليكم حد فهم حاجة وبعدين يرجع لمتحاس الرسمي تاني يقول لنا ده جماعة التعاون لسه احنا بنعمل البوطاقة اللي حنعمل بها العقد يعني لسه ما فيش خطوط احنا بنرسم الخطوط لسه وعلى اول السنة ان شاء الله حنيعلن للناس بالزبط العقد ايه بالزبط طب هل هذا يعقل ازاي حق الانتفاع وازاي الانتاج الحربي وشركة السادات هما اللي حيوافقوا من اللي ييجي ومن اللي ما يجيش معنا تويتا تانية في نفس الموضوع ده ياريت نزله هنا برضو برضو الاستاذ شريف في الوقت بيقول سيتم تسمية السادة السلام باستاذ الاهلي لمدة عشر سنوات بعد توقيع العقود رسمية وسيتم بعدها الاعلان عن شكل التعاون لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي طيب اقول ايه بقى انا قالولنا لما جيت كابتن محمود الخطيب عمل مؤتمر صحفي وقالولنا ان النادي الاهلي واخد الملعب حق انتفاع خمسة وعشرين سنة دلوقتي المتحدث الرسمي بيقول بقى عشر سنوات قالولنا هيبقى ملعب الاهلي والاهلي هو اللي يقول او هو اللي يحب يقجر او هو تفر الاهلي هو المتحكم او هو المسؤول دلوقتي المتحدث الرسمي بيقولنا ان لأ ده لو الانتاج الحربي او اشتركة السادات عاوزين يأجروا الملعب لاي فريق لو هم وفقوا خلاص بس يدونا فلوس طب ازاي حد فهم حاجة في مصر اعتقد محدش فهم اي حاجة طبعا رفع الاسقال تم ايقافه دوليا لسبوط تعاطي بعد العيب المنتخب المناشطات طبعا دي سطة في تاريخ الرياضة المصرية كابتن محمد اهاي بن جمينة بطل العالم في الرافع الاسقال طبعا اعتزل رفع الاسقال بسبب خلاص بقى سنة خلاص هنقع هنتجمد سنتين مش هنقع برفع الاسقال وإحنا طبعا دي من اكتر اللعبات اللي احنا يعني على مين مسماعين فيها بس السؤال دلوقتي للمسؤولين طب هل اللعبة بتوعنا دول ممكن دلوقتي يسيبوا مصر روحوا تجنسوا باسم منتخبات اخرى ويلعبوا باسمها ده سؤال للمسؤولين هتعملوا ايه وازاي ده يحصل في اتحاد كبير زي اتحاد رفع الاسقال وبنسبة كمان المناشطات خبر غريش شك روسيا تم ايقافها عن المشاكات الدولية لمدة اربع سنواتها الاخرى بسبب تعاطي لعبي منتخب روسيا في كاس العالم للمناشطات طب ازاي يعني روسيا اللي مش هتشارك في توكيو عشرين عشرين ومش هتشارك في كاس العالم عشرين اتنين وعشرين طب فيه سؤال بقى انا عايز حد يرد علي فيه طب ترتيب منتخب مصر في كاس العالم اللي احنا طلعنا منه من الدول الاول هل ده هيتأثر دلوقتي هل هيتبعده بقى نتائج روسيا في كاس العالم ومنتخب مصر ترتيبه هيتقدم ولا لا ولا هي الموضوع كده خلس على كده وخلاص طبعا عايز اتكلم قبل نهاية حديثنا النهاردة عايز اتكلم عن نهاد المصري والطفرة اللي عملها الكابتن نهاد جلال اللي عمل احلى شغله واحلى كورة واحلى ميسة شنطرة على جمهور برسعيد المحترم كابتن نهاد جلال بيقدم كورة هجومية المصري عمل رقم قياسي وهو الفوز خارج ملعبه في الكونفيدرالية ست ماتشات متتالية لم يصبق لأي نادي مصري في مشاركاته الافريقية عبر التاريخ الفوز بست ماتشات خارج ملعبه اه حيطلع واحد يقول لي يا كابتن ده بيلعب بطل موريتانيا وبطل مش عارف فونج كونج ولا بطل مش عارف ايه وفرق تعبانة والله يا استاذي الاهل والزماني كانوا بيلعبوا نفس الفرق وما بيكسبوش ولو كسبوا بيكسبوه واحد بالعافية احنا ليه يا جماعة بنقصر مقاديف الناس اللي نجحة ليه ما بنشدش من ازرها نادي المصري مع نادي بيرامتس متصدرين مجموعتهم على حساب اونو جورينجرز الناجيري وعلى حساب نيوازيبو الموريتاني اعتقد بنسبة 99% بتشوفوا عن المطشوهم الجاي حيبوا مع بعض ذهابوا اياب اعتقد هم خلاص ان شاء الله حيبقوا في دول التمانية فرصة كبيرة جدا ان السنة دي الكنفدرالية تبقى مصرية فرصة اكبر ان دور الابطال يكون ابيض او احمر فرصة اكبر واكبر ان سيد البلد او النادي الاسماعيلي اي نعم حيلعبوا بعض في دور التمانية البطولة العربية لكن مصر ضمنت مقعد في دور الاربعة نتمنى سواء الدنويش والسمسمية تعود او الاتحاد السكندري سيد البلد يكمل مصيرته ويكمل مع مشواره ويكسب ويخش دول الاربعة وليما لا هل يكون بداية عشرين عشرين ان شاء الله هل يتحقق لقب دور الابطال وكونفدرالية ودور الابطال العرب هذا الموسم للقرى المصرية وتبقى عيد وكابتن شوق غريب بنقول له مساء الشانترة شرفنا بتقوي وجيب ميديل يا زي ما انت بتطمح وكلنا بنطمح فقراتنا خلصت حلقتنا خلصت تستنونا ان شاء الله لازم ومهم وضروري تستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم الكرة مع الشانتوري ايوا تروحوا في اي حتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته